بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهداء دايماً إحنا بنتكلم عن الجليس مهم جداً إن إحنا نتكلم عن جليس مناسب جداً 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 للظرف اللي إحنا فيه وعشان كده إحنا مختارين جليس النهاردة مختلف شوية هو صحيح جليس الناس بتعتبره جليس موسمي لكن إحنا نتكلم عنه بطريقة مختلفة الجليس الموسمي ده بيصاحب كتير الناس بعد ما تخروا من رمضان من موسم شهر رمضان المليء بالذكر والعبادة وكمان العيد وهو مليء بالفرح بيحصل لهم حاجة كده أنا استلحت على تسميتها اكتئاب ما بعد رمضان أو ما حدش تخضي هو اسمه كده طب أنا ليه سميته اكتئاب ما بعد رمضان الاكتئاب معروف لما الإنسان بيحس بحالة من الحزن أو غياب المتعة وحالة من حالات غياب المتعة وغياب السعادة بشكل شديد جدا جدا ويحس بأنه هو مضغوط عليه وحاسس أنه هو مش قادر يرجع لحياته الطبيعية بشكل كبير جدا 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 ويحس بأنه فقط شيء كان مهم بالنسبة له جدا جدا وده ما خليه مش قادر يرجع لحياته الطبيعية أكيد دوت شكل من الأشكال وصورة من صور الاكتئاب في ناس كتير بعد رمضان وانتهاء العيد بيصاحبها الشعور بالحزن والكآبة ده وباللاقب بقى حطينا الناس دولة على التحليل كده وإحنا عارفين إن احنا مهتمين جدا جدا بحاجة اسمها علم اجتماع التدين ومهتمين كمان بعلم الاسم وعلم نفس التدين لما حطينا الناس اللي بيحصل لهم ده على مسترة التحليل وجدنا شوية حاجات وجدنا إن الناس بدنا نقسم إلى خمس أنماط مختلفة في الإحساس بالاكتئاب بعد رمضان دائما احتاجين نركز فيه شوية النمط الأولاني المكتئب بسبب شعوره بالحصرة على مفاته من النفحات في رمضان يعني النمط الثاني نمط المكتئب بسبب شعوره بالقطيع بعد الوصل والخوف من الغفلة بعد اليقظاء اللي حصلته في رمضان النمط الثالث نمط المكتئب محدش استعجل أنا أتكلم بالتفصيل بعد شوية نمط المكتئب بسبب شعوره بفقد السكينة والأنس خلاص هو فقد السكينة والأنس بعد مماضpeace رمضان النمط الرابع نمط المكتائب بسبب شعوره بالتوهة بعد النور إنه حاسس بإنه هيتوه بعد ما كان فيه نور في رمضان رقم خمسة النمط الأخير نمط المكتائب بسبب عدم بسبب إنه هو هيرجع تاني النمط الحياة اللي كانت قبل رمضان التحليل الخماسي دوت بيطمننا الاتزان في التحليل تعالوا نشوف النمط الأولاني النمط المتحسر على مفاته من النفحات في رمضان المتحسر ده تسعد الناس بيقى مع تدين الكم بيخلطوا ما بين الحزن وما بين الكئابة والاكتئاب ففيه فئة من الناس بتحس بحصرة شديدة إن رمضان عدة من غير ما يدركوا نفحاته فيصابوا بالاكتئاب عشان هم مش قادرين يعوضوا اللي فاته لكن أنا بقول لهم حاجة مهمة جداً يا ريت نحفظها رمضان ما جاش رمضان مش التعامل مناسب معه إذا فات إن احنا نعوض ولكن رمضان أصلاً جاء لنتزود وتزود فإن خير تزاد التقوى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فنحن لا نحتاج إلى تعويض ولكن إلا حاصل تعالوا نتأمل اللي قالوا العلماء في الفوائد في الكلام عن الفوائد وخاصة عند رب لكم مسأل في فائد زي الصلاة الفائد العلماء في الصلاة الفائد ما سموش الصلاة التي نأتي بها بعد فوائد الوقت ما سموهاش صلاة التعويض ومعني ما مسألة التعويض كانت أولى ولكن سموها صلاة القضاء ليه؟ لأن الذي قضى عليك بفوات هذه الصلاة يقضي عليك بأن يفتح لك الباب لكي تقبل على الله في مستقبل الحياة فما فيش تعويض اللي بيكلم عن التعويض ده يعتبر أنه كانت فيه فرصة أخيرة فتعالوا نعوضها لا 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 الأبوة مفتوحة عند الله وعشان كده إحنا على الدوام مع الله فالزيك ما فيش تعويض وهو معكم أينما كنتم حتى لو فاتكم رمضان فأنتم مش بحتاجين تعويضة أنتم بحتاجين تستمروا في الأقبال على الله دي نصيحة لأصحاب النمط الأولين أصحاب النمط الثاني هو نمط إحنا ليه بنتكلم الكلام ده كله؟ من الكلمة الكلام ده لأن إحنا مش عايزين نكرر في كل مرة يحصل للناس نفس اللي بيحصل ده وأنا بقول لكم أن فيه اقتران شديد ما بين أن الناس يحصل لها اكتقب ما بعد رمضان وأنهم ما يحصل لهم للانتكاسة بعد رمضان ويعودوا للذنوب بعد كده النمط الثاني ده اللي بيكتقب بسبب أنه بيحس بإحساس أشبه بالقطيع بعض الواصل كأنه كان محد وبعدين أطعو وأنه هو بيخاف من أنه يقع في الغفلة بعد اليقظ بيحس أن رمضان كان عون على الإقبال على الله وخلاص رمضان عدى فخلاص الإحساس بالعون خلاص هو فقد لكن الله سبحانه وتعالى قال صحيح قال لحضرة النبي بس حضرة النبي ده هو الباب اللي بيفتح لنا هذا المدد الرباني ما ودعك ربك وما قاله فتفتح لنا الباب أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقلنا ولا يودعنا ولا يتركنا فده رمضان جاي بقى عشان يفكرنا بقاعدة مهمة جدا جدا دايما بقولها الأحبابي قاعدك تبع على قلبك كده الباقي معك ما ودعك